موسيقى على عكس الأداف الإنمائية للألفية التي كانت في الفترة بين عام 2015 والتي كانت تنحصر ببعض الموضوعات المحدودة حيث تم وضع عدد محدود من المؤشرات أما أهداف التنمية المستدامة فهي أهداف شاملة وهي تشمل كل التهديدات التي تواجهها البشرية ويتم بالتأكيد من أجل مواجهتها بصورة متحدة غير قابلة للتزيئة ومتماتيكة وبالتالي تم وضع سبعة عشر حدفاً وهناك أيضاً ماء وتسعة وستون غاية وحالياً هناك مائتان وواحد وأربعين مؤشراً لم يتم الانتهاء منها تماماً من شأنها أن تقيس مدى تقدم في تحقيق هذه الأهداف فإن التماسك والشمول هناك مشاكل أخرى إلى جانب ذلك علينا أن ندرك ذلك ولا سيما فيما تلعب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فإذا كان هذا التنفيذ شاقولياً ومنعزلاً من شأنها أن تؤدي إلى تناقضات مهمة وكبيرة وأن تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية وهناك أمثلة كثيرة وستستمعون الكثير من الأمثلة خلال محاضرات هذا الأسبوع إذا أردنا على سبيل المثال أن نضمن الأمن الغذائي على غرار ما فعلته الصين حيث كانوا يستخدمون نسبة 70% لكل هكتار من الأسمدة أكثر من المتوسط العالمي لنفس الهكتار هذا له آثاره الوخيمة على البيئة وعلى جودة التربة وإن كان الإنتاج الزراعي أكبر ومن جاء أخرى داخل نفس الهدف على سبيل المثال الهدف المتعلق بتحسين الصحة إذا قمنا بمكافحة القضاء على الأمراض المعدية كالسيدا والإيدز والمالاريا والسل وبإضافة إلى أمراض أخرى إذا قمنا بذلك وإذا كانت النتائج التي نصل إليها هي تفكيك وتغيير النظام الصحي الموجود لفرض إجراءات خاصة وبالتالي فإن ما كسبناه بهذه الهد سنختره بيد الأخرى وفي إطار الأهداف الأخرى إذا قمنا بتحقيق تقدم في مجال الفقر المطلق أي الأشخاص الذين يعيشون بدولار أمريكي واحد لليوم الواحد وهذه العتبة المحددة حاليا ولكن إذا ترافق ذلك مع زياد التفاوت والفوارقة بين المجتمعات وبين الأفراد وتركيز التروة التي لا مثيل لها بين يدي واحد بالمئة من سكان المعمورة فبالتالي سيكون هناك صعوبة في فرض قبول هذه الأهداف جميع أهداف تنمية المستدامة على الجميع علينا أن ندرك ذلك وعلينا أن نفهم الشبكات المعقدة والصيرات المعقدة بين الأهداف المختلفة من أجل تقليص التداعيات السلبية التي قد تنشأ من تنفيذ أحد هذه الأهداف وبطريقة معاكسة من أجل أحيانا إيجاد تضافر للجهود وتآذر هناك أمثلة في هذا المجال إذا أردنا أن ننفذ مبادرة أربعة بالألف أي إذا أردنا أن نجيد من قدرة التربة لتخزين غازة نوكسيل كربون آنذاك ستقوم بضرب عصفورين بحجر واحد فأننا سنقوم بذلك بتقليص غازة نوكسيل كربون وتأثيرها على الاحترار الأرض وفي نفس الوقت نستطيع أن نحسن الانتاجية وفقا للصياغ الانتاجية المناسبة مثال آخر إذا أردنا أن نحافظ على التنوع الحيوي وشعاب المرجانية في إطار هذه الأهداف في نفس الوقت سنستطيع أن نحسن من الإدارة المستدامة للموارد السمكية حيث هذه الثروة تعتبر مصر أساسيا للسكان في مناطق العالم وهي النشاط الاقتصادي الوحيد أحيانا في المناطق الساحلية وبالتالي علينا أن نفهم المخاطر مخاطر تنقض الموجودة التي قد تترافق مع تنفيذ هذه الأهداف وفي نفس الوقت علينا أن نبحث عن أشكال التآذر فيما بينها مثال أخير وهذا مثال مهم جدا واستمرارا لأهداف الإنمائية الألفية إذا سمحنا للبنات الصغيرة والفتيات بالوصول إلى المرحلة الابتدائية الأساسية والمرحل الأخرى هذا مهم بالنسبة للمساعدة من الرجال والنساء ولكن أيضا مهم بالنسبة للإنتاج والاقتصاد لتحسين السوق العمل والنساط الاقتصادي بما في ذلك في القطاع غير رسمي وهذا جيد أيضا بالنسبة لصحة النساء وصحة أطفالهم وصحة أطفالهم